بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدنا الكرام مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها السادسة وتحت شعار زينا القرآن بأصواتكم نلتقيكم ونستفيد من مشايخنا الكرام ونحن نرتقي في سماء الجمال والجلال مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى مشاهدنا الكرام باسمكم أرحبوا بأعضاء لجنة التحكيم مرحبا بك الشيخ أحمد المعصراوي الشيخ عبد الرشيد صوف الشيخ محمود عكاوي أهلا وسهلا والترحيب موصول بلجنة الأداء الصوتي الأستاذ عاصم البني أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك شيخ بهلول أبو عرقوب مرحبا مرحبا دكتور محمد أمين مشالي أهلا وسهلا مشاهدين الكرام نحلق مع أول التالين معنا والقارئين القارئ أحمد محمد جمال من سرلنكا مرحبا بالقارئ أحمد حياك الله موفق بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجَرًا كَلِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بارك الله فيك أحمد محمد جمال من سرلنكا نستمع لشيخ عبد الرشيد ملاحظاتك بارك الله فيك أخونا أحمد قراته جميلة لكن كان يكثر فيها زيادات كثيرة في المدود وزيادات في مقادير الغنان ما من آية إلا يعني مثلا ذكرا كثيرا وأصيلا وكيلا يعني زاد على هذه المدود الطبيعية التاء والطاء حرفان من مخرج واحد تاء والطاء والدال والتاء هذه ثلاثة حرف لا يفرق بينها إلا الصفات فلما اجتمعت التاء والطاء متلاسقان في كلمة ولا توطيع لا نستطيع أن نفرق بين التاء والطاء إلا بالصفة نعطي صفة التاء وهي الهمس والطاء الجهر فنقول ولا توطيع أما إذا قلنا ولا توطيع ستصير طائن أنا أطلت الكلام بارك الله فيك وليس عيبا يا شيخ أحمد أنت رجل طيب وخراءتك ممتازة الله يفاعل بك شيخ ولكن هذا درس عام لكل المشاهدين الله يفاعل بك شيخ عبد الرشيد نفعل الله بك الشيخ بهلولة بعرقه منحظاتك ما شاء الله كما قال الشيخ عبد الرشيد ما شاء الله في السيد أحمد إنه طيب وأداءه جميل رب يفتح عليه إن شاء الله يا رب لكن سأقول صفة في صوته سيستغربها كل من يسمع صوته مغلف بالحزن صوته مغلف بالحزن يطلق عليه مصطلح الشجل ما شاء الله لكنه في أدائه كان محبوسا غير مطلق كان محبوسا يعبر والصوت مشدود تمتلك صوتا شجيا يا شيخ أحمد أداءك لا بأس به منطقة الوسط في صوته لأن المنطقة ممتازة تجلى فيها تجلي طيب أسأل الله أن ينفع به ويجب عليه أن يتخذ أستاذا نبها حدقا يورده موارد الخلل ومكان من الصح في صوته شكرا شكرا لك إذا نبدأ تقييم تقييم القارئ الأول معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام من سر لنكا أحمد محمد جمال لجنة أحكام التجويد ستون بالمئة ولجنة الأداء الصوتي أربعون بالمئة في الانتظار القارئ أحمد محمد جمال من سر لنكا شيخ عبد الرشيد إذن تم الانتهام من تقييم القارئ أحمد محمد بارك الله فيك موفق نفعل الله بك مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم من سر لنكا إلى فلسطين والقارئ أغيد أحمد فلاحة يا مرحبا هكذا صحيح أغيد بارك الله فيك أهلا وسهلا موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة إلفة لمن أراد أن يذكر أهو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 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 يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ودق الله العظيم بارك الله فيك القارة أغياد أحمد نفع الله بك نستمع لي يا شيخ محمود عكاوي ملاحظاتك ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله صوت جهوري يعني هل تقيمه من الرأس أو من القلب من كليهما ماشاء الله بالنسبة للأداء أداءه طيب جدا مخارجه وصفاته حسنة ولكن هناك ميزان هناك ميزان من أول القراءة إلى آخر القراءة فإن مشى المتسابق أو القارئ من أول القراءة لآخرها بنفس الترتيب الأحكام التجويد لا شيء عليه بفضل الله قد أدى أداءا جميلا ولكن حينما يأتي بمواضع كما اتفق عليها أهل العلم أتى بها وفي مواضع أخلى بها وقال لنا علماؤنا واللفظ في نظيره كمثله هنا أتيت به صحيحا لما هنا أخليت به عند هناك والذين والذين في أكثر المواضع يعني استعجل بها وفي موضع والذين يقولون أتى بها جميلة ورائعة كذلك حين ابتداء التبارك الذي اختلس تبارك الذي اختلس الألف الباء حركة الباء ونسي المد الطبيعي هذه أهم شيء عندنا نقصت الغنة عنده قمرا منيرا كانه نقص للغنة فإنه يتوب كان هناك نقص للغنة كذلك عنده أو أراده أو أراده سكت سكت كأنه لماذا هذا سكت أو أراده أو أراده اقف على ما قبله ثم استأنف ينتج في القلب سيد طيب ماذا الله يكتبك عندنا القاف عندنا القاف والراء وقعت بينهما أتى انتبه إليه يقع تورو يقع تورو أنتبه إلى الترقيق التالي بارك بارك شيخ محمود عكاوي دكتور محمد أمي المشالي ملاحظاتك صوت ما شاء الله قوي نعم جهور مهابة نعم انتقالاته بين المقامات كان بلطف قد تم بلطف صعود هبوط ما شاء الله كلها كان بشكل بمستوى منشود خاصة مقام نهاوان كان ماهرا حاذقا ما شاء الله كان جميل الخالة الوحيد الذي لاحظته في هذا الأداء هو في الذهاب إلى القرار كان قد تم قدرا من النشاز وعجبني جانب التعبير في أدائه أداءه في كلمة مهانة والله بالنسبة للذي لا يعرف اللغة العربية ربما فهم معنى هذه الكلمة بهذا الأداء التعبيري نعم مبروك مبارك عليك ما شاء الله ما شاء الله بكر عليك دكتور محمد أمين نبدأ التقييم نبدأ التقييم لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي أغياد أحمد من فلسطين ننتظر التقييم الله ينفارك فيك وينفعه دكتور محمد أمين إذن إذن تم الانتهاء دكتور محمد ممتاز شكرا لك أغياد أحمد من فلسطين نفع الله بك بارك الله فيك مشاهدنا الكرام ننتقل وإياكم إلى القارة الثالث معنا من اندونيسيا آية الله أحمد شورو تفضل يا آية الله بارك الله فيك وعليكم السلام أهلا وسهلا شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاباً كذاباً جزاءً من ربك عطاءً حساباً جزاءً من ربك عطاءً حساباً رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْرَحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْرَوْمَانِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْمَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْرَحْمَانِ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ يَوْمُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَذْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَذْقًا قَالْ مُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةُ تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بارك الله فيك القارة آية الله أحمد شورو من إندونيسيا الشيخ أحمد المحصر أداءه طيب وحروفه خارجه سليمة ما فيش أي حاجة لكن هو في إن للمتقين ركن على الداء وذلك اليوم الحق فمن شاء بالغ في المد شوية لكن أداءه كويس أستاذ عاصم هو كان يريد مقطع لكنه جرى على لسانه إن المتقين فانتقل إلى مقطع آخر ما شاء الله بصراحة إذا هيك معناته أنت رحت على المرحلة التانية يعني من الصعوبة التانية يعني وهذا أنت معذور فيه سبحان الله أولاً أريد أن أقول لك ما شاء الله مجتهد جداً جداً واضح من القراءتك أنه فيه ترتيب فيه اجتهاد فيه تعب فيه تحضير ما شاء الله جميل جداً الموضوع أول شيء خلينا نأخذ الملاحظات اختيارك للطبقة اللي ابتديت منها كانت أوطى من طبقة صوتك اللي تقدر تقرأ فيها أشرح لك شغلة مهمة جداً من نسبة لطبقة الصوت نحن شلون منعرف مثلاً أنا شلون بعرف أنه هاي طبقة مناسبة إلي أول شي بنزل أوطى طبقة يعني مثلاً بعمل اللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الله اللّه بس هذا أو أقصى شي عندها أنزلة bild της بالعالي نفس الشي الله اللّه الله الله شاهدت هذه فهذا الإنسان هو لا يستخدم الأولى لا لا هو يستußen نعم إن كان هذه الطبقة الآن يرفع شوي وينزل شوي هنا يكون مثل طريقة سيف يعني هذا منطقة آمنة بالنسبة للصوت هاي رقم واحد رقم التالت في عندك اختلافات في التون عند الانتقالات يعني لو مثلاً ما انتقلت مثلاً للرصد رحت على تون تاني أعلى شوي أو أوطى شوي هاي شلوم نسبتها؟ دائماً تذكر آخر طبقة مثلاً وصلت عليها مثلاً المؤمنين هذه طبقة من هنا الان انتقل اذكرها براسي اخذنها براسك بعدين قل هكذا هي الطريقة الثانية القفلات فيها مشاكل لعدم كفاية النفس هلأ كمان احنا نتعلم طريقة التنفس الصحيحة للقراءة الان تستطيع التنفس من طريقتين اما من طريقة هذه العادية او عن طريق انك تملأ الريئتين كاملاً من وراء الحجاب الحاجس وهذا شلون بيصير الموضوع بتحس فيه بالمعدة ما فيش اسم تنفس من المعدة بس ولكن بتحس بالمعدة انه عم تطلع لقدام شوف اعمل كثافك هيك الوراء بدنا اخذ نفس وضع يدك على معدتك اخذ نفس تشعر شيء هنا لا تشعر شيء هنا صح فوق طيب حط يدك على معدتك الان ارفع شوف كثافك رجعهم شوف هنا اعملهم هكذا الى الوراء تماماً ضع يدك على معدتك لا انت نفس انظر كيف انتفخت المعدة هذا شو صار طبعاً المعدة ما لا علاقة بس اللي صار انه ضغط عليها شو الريئتين ضغطت ضغطة قوي لانه انتلأت بالهواء الان تستطيع انك تأخذ نفس اكبر اعمى فلا تأخذ نفس هكذا عادي لا نفس القراءة لازم ترفع وتأخذ الان تستطيع تقرأ في صورة الفتحة كاملة الله يبارك شكرا لك سيد عاصم على هذه الملاحظات وعلى هذه التدريبات الجميلة المباشرة بارك الله فيك بقي معنا التقييم تقييم القارة اية الله احمد شورو من اندونيسيا لجنة احكام التجويد ولجنة الاداء الصوتي استاذ بلول انتهى استاذ عاصم انتهى دكتور محمد امين انتهى اذا تم الانتهاء شكرا لقارئين اية الله احمد شورو موفق بارك الله فيك مشاهدين الكرام بقي معنا ان نستمر مع هذه التلاوات العطرة والمتسابقين الاخرين الذان سيكونان معنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل كونوا بالقرب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدنا اليكم من بعد هذا الفاصل نلتقي وإياكم مع القرآن وعلى مائدة القرآن ونسى الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نشن في الاسماع ذي اجمل التلاوات القارئ الرابع في هذه الحلقة من تاجاكستان لطف الله نزروف مرحبا بالقارئ لطف الله اهلا ومرحبا وعليكم السلام تفضل استعم بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الإنسان من نطفة من أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إننا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأولالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شغوه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إننا ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودق الله العظيم بارك الله فيك القارئ لطف الله نزروف من باجاكستان نفعله بك الشيخ عبد الرشيد صوفي نبدأ معك القارئ لطف الله ما شاء الله من أميز ما عنده أنه يعني مع أن لغته ليست عربية ولكن حروفه سليمة حيث المخارج والصفات فهنيئا له على ذلك هنيئا لك يا لطف الله يعني النقائص أو العيوب التي يعني أو الملاحظات التي سجلناها هي الملاحظات الفنية الكثيرة التي تنتشر في كل من يقرأها ويتسابق في هذه المسابقة فيها زيادة مدود كثيرة من المدود الطبيعية يعني وكذلك أطباق الشفاة في غير محلها يعني استخدام عضو من أعضاء النطق وهو الفم لغير حرفه يعتبر عيبا في القراءة وهذا ما أشارنا إليه كثيرا وأشارت إليه اللجنة كثيرا يعني مثلا نطقه في قوله تعالى لم يكن شيئا هنا نون ساكنة جاءت بعدها الشين فعند الإخفاء لطف الله نقول هكذا لم يكن شيئا ولا نقول لم يكن شيئا كذلك شيئا نعم وكأس كانة من كأس كانة أنا تقتبي إطباق الشفاة من كأس كانة إطباق الشفاة في غير محله وقد أشار إليه كثير الشيخ أحمد براء الله يبارك بك شيء فهذا هو أما بقي القراءة ما شاء الله فتح الله علي شكرا لك شيخ عبد الرشيد نتقل لي سيد بهلول أبو عرقوب ملاحظاتك لطف الله نزاروف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لديه ثقافة اجتهد واضح عليه الاجتهاد واضح عليه الثقافة واضح عليه أنه بدل جهدا لا بأس به ماشاء الله ولكن هذه الثقافة التي بدلها نظريا خانته حينما أراد أن يعبر عنها في أرض الواقع فترى نفسه غير منضبط لا يحسن استعمال النفس مع ما يؤدي الصوت به بعض الاختلالات نتيجة لأنه بدأ يفكر كيف يطبق المقام وكيف يحافظ على الحكم التجويدي فالحكاية أصبحت مائجة عنده تحتاج إلى تدريب في النفس وفي أداء الصوت وعلم الصوت ولكن ثروتك النغمية لديك ما الله به عليم فتح الله عليك وأسمعك الله كل خير آمين وأسمعك مولانا نبدأ تقييم تقييم القارئ نطف الله نزروف من تجاكستان لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي 60% أحكام التجويد و40% الأداء الصوتي إذن تم الانتهاء شكرا لك لطف الله نزروف بارك الله فيك من تجاكستان مشاهدين الكرام إلى مصر والقارئ الأخير معنا في هذه الحلقة محمد شعير يا مرحبك حياك الله أهلا وسهلا موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعنكم لوجه الله إنما نطعنكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم القارة محمد شعير من مصر بارك الله فيك ونفع الله بك نستمع لشيخ محمود عكاوي ما شاء الله شيخ محمد أسمعنا كلام الله عز وجل الذي تقشعر منه الأبدان الله بارك الله فيه وبما حباه الله من صوت طيب من حيث المخارج والصفات لم أجد شيئا أعلق عليه ما شاء الله ما شاء الله قراءة طيب الأخطاء في الغنان الأخطاء في الغنان إن الأبرارة يشربون من كأس الإخفاء الحقيقي بالنذر مسكينا ويتيما وأسيرة كانت كل الغنان ناقص علما أنك قرأت إنا نخاف الغنى مضبوطة وقرأت نظرة وسرورة الضاد ممتازة معك والإضغام بغنى ممتاز معك فلما أنقصت في هذه الجوانب وأتممت في جانب آخر يعني كذلك حينما قرأت إنما ضمنت الشفتين في إنما نطعمكم لوجه الله الأخطاء تهتمون في الغنان وفي الإخفاء انتبه لهذا أما باقي ما تبقى أنت كنت في حالة ممتازة فأحذر من هذه الأمور لأن هذا جمال التلاوة بالأحكام التجويد يعني ممكن أن نقرأ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أما حينما نأتي بالأحكام والتلاوة والصوت الشجي الذي نسمعه منك سيكون هناك أكثر من رائع فأحذر من ذلك بارك الله فيك عدم إنقاص الغنان واسمع نفسك وأنت تقرأ هل قرأت قراءة منضبطة فيها خلل بارك الله بارك الله فيك الشيخ محمود عكاوي لجنة الأداء الصوتي دكتور محمد أمين ما شاء الله أخ محمد شعير الاستهلال مهم في الأداء كان استهلاله جميل للغاية يعني في البداية يعني الأداء الحسن يشعر نفسه بالاستهلال يعني عندما يتم الاستهلال بشكل جيد هذا يدل على أننا نستمع إلى أداء متوازن وجميل صوت جهور ما شاء الله قوي مع ما به من قابلية للتحرك هذا يعني نعمة عظيمة كبيرة من جهة فيه قوة ومن جهة أخرى في التحرك وقابلية الانتقالات بين الطبقات ما شاء الله قام بترقية الطبقات بدون تغيير المقام هذا فعل ذلك بمقام البيات ما شاء الله هذا شيء يطلب الحذق والإتقان في مجاله وميدانه وبهذه الترقية تمكن من الانتقال من البيات إلى الصبا بشكل يسير ثم أيضا انتقال تم بالانتقال إلى مقام البيات أيضا بشكل جميل ويسير لكن أنا ما نحظت مبرا للذهاب إلى القرار بهذا الاستعجال وعندك وقت لم يضيق وقتك يا شيخ لماذا أنا ظلنت أنك تنتقل من البيات إلى أيضا تنتقل إلى مقام آخر فذهبت مباشرة إلى القرار لماذا هذا الاستعجال يا شيخ سيد عاصم بأقل من دقيقة طبعا فيه شغلة مهمة جدا سبحان الله أشار الله شيخ محمود قراءة إنما نطعمكم فيه مشكلة بالصوت عندك يعني عشان تعالجها المشكلة هي الصوت عم يطلع أكثر من صوت أنف مو صوت الفم من التكيف أو بالعادي يعني أنت ما بطلع صوتك هيك لا لا آه سبحان الله كنت بدي أقول لك أنه تفتح شوي هاي المنطقة أنت عم تقرأ شوف تفتحها من هون هاي الفكين تفرجهم فبيروح صوت الأنف بطلع صوت الطبيعي طبعك طبعا الوجه كله الله يبارك إذا نبدأ تقييم نبدأ تقييم القارئ محمد شعير من مصر لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوت هذا النقاش الجميل الرائع الذي يذهب بنا إلى مواطن جميلة في التعليم قضية الوقف والابتداء كيف ينتقل من طبقه إلى طبقه يختم بها فجميل هذا النقاش وأنت قائد هذا النقاش محمد شعير الله يبارك فيك وقد يعني ينظر المشاهد إلى هذه النقطة أن هناك من القراء من يقرأ بنفس المقطع أو نفس الاختيار وهذا من حقهم لأن هذه المرحلة كل متسابق يأتي بما أعد لهذه المرحلة المرحلة القادمة هي المرحلة الحاسمة التي تكون فيها المواقع والمواطن مختلفة بارك الله فيك محمد شعير نفع الله بك شكرا لك محمد شعير من مصر القارئ الخامس معنا في هذه الحلقة من من هؤلاء القراء سيتأهل للمرحلة القادمة سنتعرف عليه بعد الفاصل كونوا بالقرب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل في محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة ما من القراء الذي يشاركون في هذه الحلقة سيتأهل معنا للمرحلة القادمة في هذه الحلقة شاركنا أحمد محمد جمال من سرلنكا وأغيد أحمد فلاحة من فلسطين آية الله أحمد شورو من اندونيسيا لطف الله نزاروف من طاجكستان ومحمد شعير من مصر من منهم سيتأهل للمرحلة القادمة من سرلنكا أو فلسطين أو اندونيسيا وطاجكستان ومصر على المركز الأول حصل على 94.07 القارئ أغيد أحمد فلاح مبارك يا أغيد محمد شعير من مصر آية للمركز الثاني آية الله محمد شورو وأحمد محمد جمال ولطف الله نزاروف مبارك مبارك يا شيخنا شكرا لأعضاء لجنة التحكيم شكرا لأحكام تجويد ولجنة الأداء أصوتي شكرا لكم مشاهدين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن من كان مع الله لن يضيعه نراكم على خير السلام عليكم مبروك بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شكرا لكم